ورجعنا مشاهدينا لسه مكاملين مع بعض فقراتنا شفنا دلوقتي التقرير للدورة الـ 21 لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال على خشبة المصرح بدار الأفرا المصرية تم افتتاح دورة الـ 21 من مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال ودي أول دورة للمهرجان بعد الثورة على طول واللي نتمنى تكون إن شاء الله دورة كانت متميزة وعلى مستوى جيد جدا اليونان هي ضيف شرف الدورة السنازي بيشارك فيها 68 دولة بيعرض لها 351 فيلم متنوع ما بين الرسوم المتحركة والفيلم الوثائقي القصير والفيلم الروائي الطويل نهاردة بسعيدنا يكون موجود معنا النهاردة في السوديو نهارك سعيد الكاتب يعقوب الشهروني هو رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان سينما الأطفال صباح الخير يا فندم صباح الخير أهلا بيك بحضر أهلا بيكم النهاردة وبداية عن كده أستاذ يعقوب عايزين نتكلم عن الفرق ما بين الأفلام الطويلة وما بين الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية القصيرة إيه الفرق بينهم؟ ده زي الفرق ما بين الرواية والقصة القصيرة والمقال يعني الرواية عمل مركب فيه عدد كبير من الشخصيات وحداث متعددة ومتوالية وعادة الفيلم الطويل بيتراوح ما بين ساعة للأطفال ساعة وساعة ونص الكبر ممكن يوصل لساعتين ونص وحيانا ثلاثة إنما أفلام الأطفال يعني أخصها ساعة ونص الأفلام الرسوم المتحركة ما بتحتمدش على التمثيل البشر بتحتمد على الرسوم المتحركة وحيانا النهاردة المجسمات يعني أفلام الصلصال كل ده بيدخل يعني تحت كلمة أفلام التحريك يعني تحريك الصلصال أو الرسوم وبالمناسبة اللي كان غالب على المشاركات السنة دي في المهرجان كان أفلام التحريك أو أفلام الرسوم المتحركة الدول الـ 67 بعتت حوالي 190 فيلم تحريك سواء رسوم المتحركة أو عرايس يعني والأفلام الطويلة بلغت فقط 95 فيلم الأفلام التسجيلية اللي هي بتسجل الواقع بدون ممثلين يعني بس هو طبعا بيبقى فيها المنتاج اللي هو تركيب الصورة جنب الصورة فبيدي نوع من الدراما يعني إنما عادة مفهاش تمثيل وإذا كان فيها تمثيل فهو على شام يبقى شيء مطابق للواقع الأصلي ليه الرسوم المتحركة ده لأنها جذابة أكتر يعني هو الرسوم المتحركة يمكن للسن الصغير بتبقى جذابة أكتر إنما بالخبرة وجدنا أن الرسوم اللي فيها ممثلين بشر بيحبهم الأطفال بتنجح جدا يعني فيلم الافتتاح اللي تعرض بمبارح بعرض ظهر فيلم معظمه ممثلين بشر آه فيه خدع بتصغر الباني أدبين أو تكبرهم إنما أساسا كان ممثل بشر وهو فيلم أنا بقول أنه أكتر من رائع فإذا كان التمثيل والإخراج متميز فبيشد الأطفال جدا إنما برضو الفيلم البشري مكلف قوي ويمكن معظم مساهمات أفلام الرسوم المتحركة كانت أفلام قصيرة يعني ما بين خمس دقايق زي الفيلم اللي تشف بتفتاح المهرجان أو يعني أقصها تلت ساعة يعني فيمكن تلت ساعة وخمس دقايق يعني تكلفة برضو محدودة يعني تمام يمكن زي ما قلت في المقدمة أستاذ يعقوب إنه دي أول دورة للمهرجان بعد الثورة هل حضرتك شايف إنه هي قدرت فعليا تستلهم روح الثورة من خلال أو على مستوى اختيار على مستوى التنظيم على مستوى اختيار الأفلام اللي بتقدم للطفل؟ هو الحقيقة السنادي فيه يعني ميزة إنه فيه ورش عمل بتعلم الأطفال إزاي يعملوا أفلام وده أحد الطورات المهمة اللي حصلت إن عالم الطفل النهاردة تغير نتيجة الديجيتال اللي هو التواصل الرقمي عن طريق الانترنت والكمبيوتر وكده الأطفال أصبح لهم رأي وبيكونوا وجهات نظر مع بعض نتيجة التواصل عن طريق الانترنت فالنهاردة بتنيني ديهم دور أكبر يعني السنادي فيه لجنة اسمها لجنة تحكيم أفلام من طفل إلى طفل الأفلام الأطفال عملوها عن طريق كاميرات الفيديو والنهاردة فيه 24 فيلم ومشاركة وفيه لجنة تحكيم خاصة بأفلام من طفل إلى طفل الطفل المصري ولا الأطفال عمومة من طفل العالم؟ فده معناها إن الطفل النهاردة بقتل وسائل يعبر بها عن نفسه زي ما حصل في 25 يناير إن الشباب عبروا عن رأيهم وفعلاً قدروا يشيروا نظام قاعد 30 سنة على قلب مصري فالأطفال النهاردة فيه اهتمام كبير بإن إحنا نديهم فرصة يعبروا عن نفسهم وفي نفس الوقت إحنا نهتم بتعبيرهم عن أنفسهم زي ما حالك بتقول إنه دلوقتي الأطفال خلاص بيتعاملوا مع الإنترنت والإنترنت ده عالم كله تطور وكله أشياء الطفل بيتعامل معها بتغير له ثقافته بتغير له اللي هو محتاجه إيه اللي محتاجه الطفل دلوقتي علشان نقدر نقدم له حاجة تناسب ثقافته دلوقتي وتناسب كمان مستوى الأدبي والسينمائي اللي هو محتاجه يشوفه ويتقدم له من خلال السينما الأطفال أو الأفلام الروائية طويلة أو رسوم المتحركة والحقيقة يعني الثنين الأخيرة دي شاهدت شيء مهم جداً اللي هو التطور لاعتماد على الصورة مش بس السينما يعني الكمبيوتر والتلفزيون طبعاً تلفزيون عملت التحول الأساسي وجات الكمبيوتر غيره بقت الشاشة بما فيها من صورة وكلام فالنهاردة ابتلت العالم كله يتنبه إلى أنه وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة قدت نوع من التغير الشديد لوسائل الاتصال حتى الكبار أو المجتمع مع الأطفال وده بيمثل حقيقة زي ما أقول تغير شديد جداً في الموضوعات اللي بتقدمها السينما يعني أقول لحضرك مثلاً كان السنين اللي فاتت أنه مشاركة الأفلام الأمريكية والكندية والفرنسية والأوروبية كتير جداً السنة دي تقلصت هذه المشاركة وبقت معظمها أفلام جاية من دول نامية واضح أنه في السنة الأخيرة وده بان في الأفلام اللي جات للمعرجان اللي كنت رئيس لجنة مشاهدة الأفلام الطويلة معظم الأفلام جاية من دول نامية زي مصر وعشان كده بتالت تناقش مشاكل الدول النامية ما بقيتش المغامرة والخيال ده شيء رئيسي زي ما أقول دي البهرات بتاعت الأفلام إنما المشاكل وبتنمي كمان من تفكير الأطفال بيبقاش عندهم سقف في الأفكار وسقف في الخيالات يبقى عندهم خيال واسع بيديهم فرصة أن هم يعبروا عن رأيهم يعني فيلم الافتلاح مبارع بتاع السحيرة الصغيرة ومش السحيرة نقول الجنية يعني طول الوقت ولد يقول إيه لا أصلا أماما قالت لي لا البنت تقول له لا ليه ما تعالى نجرب تقول الكورة بتاعته وقفت في الأخصان الشجر فطلعت البنت تسلقت الشجر وجابت الكورة تقول له تعالى جابها لا لا أماما قالت لي ما تتسلقت الشجر قلت له ليه قديني اتسلقت وجبت لك الكورة ما كنتش عملت كده ما كانش الكورة هترجع لك يعني الفيلم مبني قوي على حتة أن الأطفال أحيانا كتيرة يقول لهم مخدرات وجهات نظر والكبار بيمنعوهم يحجبوهم بالضبط يعني أدي جزء من التغير أنه بترى ندي نظر الأطفال لما كان فيه معها جني كبير كل حاجة قلت له لا 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 تتعاملش مع الناس الناس وحشين لقد قلوا ليه أنا تعملت معهم هما كويسين وفي آخر الفيلم تغلبت وجهة نظرها والإنسان الشاب الصغير أو الطفل اللي هي عدت عرفت به أنقذ عالم الجنيات هو هنا بيحصد عالم الجنيات عالم الغابة اللي كانوا عاوزين يهدموه ويعملوا بدلوا طرق هي فيلم عن محافظة على البيئة إنما جوة الفكرة الأساسية للمحافظة على البيئة مرح وأغاني ورأسات وخيال يعني حطلنا جو محبب جدا للأطفال بيعالج قضية أساسية جدا وهمة جدا وهي موقف الصغار من الكبار وأيضا محافظة على البيئة مهمة جدا طبعا الحديدك بتقوله إنه إزاي ممكن نقرب العلاقة ما بين الصغيرين وبين الكبار واحترام الصغيرين واحترام الصغيرين مضبوط اللي حرزك رئيس لجنة مشاهدة الأفلام الطويلة إيه هي أكتر الأفلام اللي زي ما بيقولوا إن هي ذات قيمة وبتنمي ثقافة الطفل طبعا أنا عاوز أقول تاني فيلم الافتتاح اللي هو بنبئة جمع ما بين الإبهار والجمال والتشويق والخيال يعني يعني يقولوا طب يلجأوا ليه للسحر هو مش سحر ولا حاجة هو نوع من زي الطفل لما يحلم يعني يعني الفيلم بيقدم الموضوع الجد جدا في شكل حلم من أحلام الأطفال طبعا الحلم مش ضرورة يبقى بشابه للواقع لا الحلم ده بينطلق إلى يمكن مثلا الهند والهند بلد نامي زينا وابتدلنا احنا من 52 1952 هما بدأوا زينا تقريبا ما بينما عادة كبير من الأفلام اللي بتعالج قضايا مهمة زي قضية مثلا التعليم في الريف مثلا احنا عندنا في الريف عندنا مشكلة إن البلدات بيدخلوش لمدرسة مثلا يعني هو بيعالج قضية طفل عمر عشرة سنين اشتغل سواء جمل يعني بسوء جمل إنما جاءت الفرصة أنه رح يشتغل في بيت أصحاب المزرعة فلاق ابنهم في المدرسة ففي تطلعه وزكاؤه ابتدأ يتعلم في البيت مع ابن العيلة اللي راح عندها وفي الآخر حب المدرسة والفيلم بيقول لنا إنه ما فيش إمكانية إنه هذا الابن اللي عايش في البيئة الفلاحية إنه يغير موقعه الاجتماعي إلا التعلم والمدرسة فده مسألة خطيرة جدا إنما برضو بيقدمها بشكل شيء قوي وجميل وحياة الرريف وحياة المدينة والفرق بينهم يعني أصدقول استخدام الأساليب السينمائية المشوقة والجذابة والجذابة الكبار والصغيرين مش بس الصغيرين نسميه فيلم بالأسرة يعني بنعارج من خلاله فيلم علاقة الكبار بالأطفال التشجيع الأطفال إنهم يروحوا مدرسة طبعا ممكن راح يقول لك طبول والصغيرين دول اللي هما مش بتعلمين هيشوفوا الفيلم إزاي ده برضو أحد التغيرات المهمة إن الفضائيات والديجيتل وكده خلى مشاهدة الأفلام النهاردة بإيش محتاجة نلبس هدومي وادفع عشر أو خمسة عشر جين عشان تخل السينما أفتح التلفزيون وأشوف الفيلم فده أحد التغيرات اللي فرضت وراها تغيرات في الموضوعات إمتى ممكن مصر توصل إنها تصنف في إبداع السينما للأطفال إمتى يعني ممكن نشوف ده قريب بهل ده محتاج فترة طويلة وقت يعني إمتى وأنا عاوز أقول إنه فيه سينما نشيطة جدا في مصر وفي العالم العربي هي سينما الرسوم متحركة إنما زي ما قلت ما هيش أفلام طويلة يعني عندنا مجموعات كبيرة جدا بتنتج أفلام رسوم متحركة وصلصل المشكلة إنه اللي بيتطب ده عادة التلفزيون والتلفزيون ما بيتطبش أفلام طويلة التلفزيون بطبيعة العروب بتاعته عاوز حاجات في حدود تلت ساعة ربع ساعة فإحنا مشكلتنا إنه إحنا الفيلم الطويل مكلف قوي وتوزيعه لسه يعني بتنفسنا قوي اللي جاي من الخارج إنما يعني الخطوة الجاية هي الكوادر اللي قادرين موجودين اللي يقدروا يعملوا فيلم طويل بشري أو فيلم رسوم متحركة طويل إنما عاوز التمويل والتمويل عاوز توزيع على نطاق واسع أكيد النهاردة أستاذ يعقوب الإعلان عن أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من المعروف إنه الدستور المفروض إنه هو بيعبر عن كل طواقف الشعب حيكون فين الطفل من الدستور وحقوقه هتكون فين طبعا هو دائما نقول إن الطفل عشان يوصر صوته محتاج كبار يتضمنه معه بس في الأول لازم كبار يسمعوا رأي الأطفال أنا يمكن اللحظت إن معظم أحزام برامج الأحزاب اللي أعلنت مش بتتكلم أهو عن الطفل يمكن بعضها تتكلم عن التعليم إنما برضو مش بالعمق اللي إحنا بنتمناه في برامج ما بعد الثور وده اللي بخلينا قلقانين شوية إن الدستور ما يتضمنش يعني ما يحكم ضرورة تغيير أساليب التعامل مع الأطفال في المجتمع التعليم والصحة والسكن أما نلاقي 40% من أطفال مصر عايشين في عشوائيات ده في حق أساسي للطفل هو حق في سكن ملائم وصحي لما يسكنوا في العشوائيات يعني لازم نركز قوي على حقوق الطفل في الدستور حق الطفل ما يبقاش كلمة حق الطفل في مسكن ملائم حق الطفل في رعاية صحية ملائمة في تعليم ملائم ده محتاج كمان إنه وجهة نظر المجتمع في حاجات كتيرة تتغير لازم ننص على هذه الأشياء في الدستور يعني النهاردة فيه منقشات كتيرة حولين سن الحضانة سن الحضانة يعني إزاي نختزل كل مشاكل الأطفال في مسألة سن الحضانة لفيه حاجات كتيرة جدا لابد أن احنا ننبه المجتمع بشدة إلى ضرورة الاعتمام بها يعني أستاذي عبوة حضرتك بخبرة حضرتك في المهرجانات سواء محكم أو مشارك إيه أكتر الدول اللي هي مبدعة جدا الفئة الأطفال يمكن يعني السنين اللي فاتت كانت دول أمريكا الشمالية الملات المتحدة وكندا وأوروبا فرنسا وعلمانيا وكده كانت واضح أو اهتمامها بأفلام للأطفال إنما موضوعات طبقة متوسطة وطبقة أكتر من متوسطة السنة دي زي ما قلت إن دول نامية كثيرة دخلت لأنها شعرت إن ممكن السنة ما توصل لفئات فقيرة عن طريق الوسائل اللي حديثة فاتغيرت أيضا الموضوعات يعني عاوز أقول إن الهند الهند عندها هيئة مؤسسة خاصة لإنتاج أفلام الأطفال بميزانية خاصة منفصلة تماما عن السينما المعمولة للكبار الهند عندها يعني مدينة كاملة يعني ده اللي المتمنى يكون موجود عندنا كمال يعني الهند بتعمله وإحنا لأ لسه بنعمل أفلام للكبار إنما ما فيش مؤسسة مختصة بأفلام الأطفال الصين والهند الحقيقة من آسيا شعرين إنه عالم الطفل ده عالم لابد نحن نستخدم أقوى وسائل المخطبة وهي السينما عشان نخطب بها الأطفال وده الحقيقة قضية لازم نهتم بها في مصر يعني إنتاج أفلام طويلة للأطفال مهما كانت مكلفة بس هي أيضا أهم وسيلة التأثير على الأطفال وعلى الأسر اللي بترعى الأطفال فيعني أكتر دول في خلال أنا طبعا مسئل يعني مشارك في المهرجان من أول دورة سنة التسعين كنت رئيس المركز القوم للثقافة للطفل وعملنا مجلد كامل عن سينما الأطفال في العالم مشارك في لجنة تحكيم إما لجان مشاهدة فكانت طبعا دول المسلمها دول متقدمة جدا يعني دول شمال أمريكا وأوروبا إنما واضح إن كثير من الدول النامية بدأت نهاردة تركز جدا على أفلام الأطفال لأنه مش كفاية أنه نقول كلمة في الدستور لازم ده يتحول إلى وسائل عملية للوصول إلى الطفل وهم وجدوا إنه جنب المدرسة اللي هي بتقول فيها كلام طبعا وحتى مدرسة النهاردة أسالي بالتعليم بقت وسائل بصرية وعملية كتير جدا أيضا السينما بقت وسيلة من أهم وسائل مخبط نيفتي مصر تكون تبدأ دلوقتي تهتم بقصة دي العادات وتقاليد والشكل الأجنبي نفسنا يكون مصر كمان بتعمل حاجة زي دي علشان تحاكي تقاليدنا والأطفال يشوفوها ويتعرفوا عليها من خلال أفلام كورتسو يعني حضرك مثلا عارفة أنه قصص وروايات أستاذنا العظيم نجيب محفوظ عادة تبير منها تحول إلى أفلام النهاردة في العالم العربي طبعا أنا أساسا كاتب أطفال وليه عادة كم روايات أنا وزملاء كتار يعني أنا بعض رواياتي سوط القيرة حولها إلى مسرسلات أو تحولت إلى مسرحيات يعني عشان نوصل إلى جمهور كبير لازم يتنبهوا أنه في نصوص أدبية جيدة ممكن يتعمل منها أفلام مسرسلات مسرحيات لأن دي وسائل النهاردة هي وسائل المخاطبة أو وسائل الخطاب المباشر للأطفال لكل الحواس لأن الطفل بتعلم مش بس بالقراية إنه ما لازم يعلمه عن طريق كل الطفل طول الوقت بيتفرج على الأفلام طول الوقت همه شغله الشغل هو يتفرج على الأفلام بيحبها جدا بيشوف زي ما حضرتك أشكال مبهرة جدا نتمنى إن شاء الله إنه كل القصص تترجم لأفلام دا اللي نتمنى الحقيقة عشان السينما تقوم بدورها في تغيير كثير من مفاهيم المجتمع الخطئة يعني صحيح أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة وببارك لكم على دورة دورة المهرجان وإن شاء الله يكون لنا لقاء قريب جدا إن شاء الله شكرا لحضرتك أستاذ يعقوب مشاهدينا كان معنا الكاتب يعقوب الشاروني رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان ثاني مع الأطفال نروح للفاصل ونرجع مرة تانية مكملي مع بعض نهارك سعيد استنوني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة